اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امالها معقودة على الحكومة هو طبعا احنا متفقين ان الحكومة الجديدة بتبدأ وهي مش جديدة اوي لانه هو فيها حوالي 20 وزير من الحكومة القديمة احنا كنا قدام تعديل وزاري باكتر منه تغيير حكومة يعني لكن بغض النظر عن الاسماء احنا قدام حكومة متفقين على ان تحديات بالفعل صعبة للغاية التعهدات اللي قالها المهندس ابراهيم محلب في الكلمة بتاعته في مستهل عمل وكرئيس للحكومة تقريبا هي مقررة نفس تعهدات كل رؤساء الحكومات من عهد الملك ميناء تقريبا فدايما ما عندناش مشكلة مع الخطابات نتفق معاه في ان الحكومة تحتاج فرصة ممكن تحتاج فرصة مستهل مرشحي يعني اللي اعلنوا ترشحهم للرئاسة قال انه تم يعني انتزاع الوزراء اللي كانوا زاد صفة ثورية يعني في الحكومة يعني هي مسألة الحقيقة يعني ليس مفهومة التصريحات دي لا هو طبعا من الناحية النظرية الوزراء زادوا الصفة السياسية مش الثورية لان الثورية دي مش صفة لصيخة بحد يعني الصفة السياسية تم استبعادهم او خرجهم من الحكومة والحقيقة ان ده امر طبيعي بالعكس احنا كنا عايزين نكمل كمان ان كل الوزراء اللي اعلنوا دعموهم للفريق المشير عفتاح السيسي يخرجوا من الوزراء عشان نبقى قدام حكومة مستقلة انا مينفعش يبقى عندي وزير مثلا زي الاستاذ كامالة وقعتها مع كل التأدير له هو عضو في طيار الشعبي وعضو في حزب القرامة يبقى وزير في حكومة هتشرف على انتخابات مترشح فيها حمدين صباحي اللي هو مؤسس الطيار الشعبي نفس الكلام فمسألة ابعاد السياسيين عن الحكومة ده امر طبيعي باعتبارها حكومة هتشرف على انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية فالطبيعي يبقى عندنا حكومة تكنوكراط ملهاش اي توجهات سياسية عشان نضمن حد الاقصى من النزاهة في الانتخابات القادمة ونحن نتمنى السرعة وده اللي احنا محتاجين نولفع عليها على الارض الناس تحس بتغيب بالزبط اللي هو رامي الصفحة الاولى وزيرة القوى العاملة انتهى عصر المسكنات وتحق التصريح ده 59 مليون بالزبط كده بقى لنا سنين طويل احنا في السستر في المسكنات ويعني هي كان الحقيقة ان الكلمة نفسها هو مسكنا يعني هذه العبارة على وجه التحديد هو نوع من نوع المسكنات احنا كنا عايزين بقى ما تقول هذا الشعار الجميل تطلع بقرار واعتقد انه احنا للأسف شديد بالعكس احنا محتاجين مسكنات في المرحلة ديت لانه احنا في مرحلة بالغة التعيد المسكنات بمعنى الحلول الجزئية اللي انت بتلسه بتقول عليها الناس تحس بها بسرعة اصلوا المسكنات هو بصراحة ربنا انا شايف ان احنا محتاجين ومن الحكومة محتاجين الحكومة جميل الخطاب والاهداف وكل حاجة لكن مطلوب جدول زمن مطلوب خطة كده واحد اتنين ثلاثة يوم كذا يحصل كذا يوم كذا يحصل كذا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل ويتم مصرحتنا بالارقام الحقيقية لا ومش باسك نتعلم ان الناس بتعملنا انه طيب محدش بيعلننا حكومة الفاتمة ما كانتش بتعلن ارقام المرة دي احنا محتاجين ارقام ومحتاجين الناس تتطلع الناس تعرف الدنيا راحة فيها هو كمان يعني زي ما قلت المهم ان احنا في المرحلة دي عشان الناس تقدر تحافظ على التفاف الناس حواليها انه يبقى تحركاتها مصمرة بسرعة يعني الناس ما عندهاش فعلا ما بقاش عندها قدرة ومعظورين جدا يعني احنا صبرنا سنين طويلة جدا فما ينفعش يقول الناس يصبروا تاني الناس ما يكون تصبر بالاسابيع لكن مش ينفع الناس تصبر بالسنين عشان كده لازم يكون الاجراءات يعني يبقى فيه خط دايما التحرك يبقى على مستوى المستوى قصير المدى الناس تحس بيه بسرعة يعني ما يبقى عندي مشكلة زي مشكلة مش عارف ومشترك في تلت مستويات قصص قصير المدى مدوسط المدى وطويل المدى فاحنا عايزين دايما نحنا بنركز على الحاجات طويلة المدى اللي هو بعدها محدش بالناس بتبقى نسل فبنحاسبهمش يعني دايما هتلاقي المسؤولين عندنا بيحط خطط ايه القاهرة سنة 2050 يعني بعد سنة 2050 اللي محدش عبدا قال القاهرة سنة 20 ما لو اتكلمنا بنظرية ان هو مدى حكومة انتخالية واصدى عميش بلزبط ما هو دي ما هي دي المدى فمش هنلاقي بقى ولا طويل المدى ولا مدوسط المدى احنا لو لقينا القريب بيبقى كويس يعني طيب خلينا اثنين للخبر اللي بعديه الشروق الصفحة الاولى سوء الاحوال الجوائية يؤجل محاكمة مرسي الى الغد يعني هو الحقيقة خبر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين ما بقىش خبر مهم اوه بقى يتكرر كل يوم ما تقبل انه انه فيه تم الاعتداء على بعض عضاء الهيئات القضائية اللي تتعامل فيه لا هو تم فيه تعرض حارس احد قضاء قضية اصل التحديقية حارس وصيارة تقريبا او ده تعرض لعملية اغتيال يعني انا ما اعتقدش مثل هذه الامور ممكن تأثر على نتيجة الحكمة في النهاية بس انه تصعيد جديد يعني انه تصعيد جديد في المسلسل تصعيد الاخوان احنا بص احنا المشكلة ان احنا ربما يكون اتنقلنا من مرحلة العنف والتحركات المنظمة الى مرحلة اللي هي ما هو اخطر وهو الارهاب والعنف العشوائي اللي هو كل واحد بيعمل حاجة يعني انا اشك الحقيقة انه يكون فيه قرار اتخذ على مستوى قيادي معين مثلا بهذه الممارسات التي تقسم بالفعل من رصيد الجماعة يعني يعني في الاخر لو احنا وصلنا في الاخر للمحصلة النائية هل لا ان الاخوان المسلمين بيخسروا بيخسروا يعني اي بني ادم لا لا رصيد ده لن فيه ناس لسا بتتظهر في الشارع بغض النظر عن عددهم كل يوم هي بتخسر من هذا الرصيد كل يوم هي بتوفر بالعكس بتوفر وجهة يعني رؤية يعني ضمن تعهدات المهندس محلب استعادة الامن وارجو ان ما يبقاش المفهوم باستعادة الامن هو الامن السياسي زي ما كنا بتكلم يعني المظاهرات في الشارع الامن في مصر يعني ان المواطن العادي بعاني من الانفادات الامن اكتر بكتير من المعاناة من الحوادث الارهابية على خطورة الحوادث الارهابية والامن طبعا الامن مش هيستعد ابدا حتى بتسليح مزيد من التسليح للشرطة على الاجتماعي على الامن علشان لوصل لفكرة عودة الامن للشرع همونا احنا محتاجين من هذه الوزارة في كل الاحوال برنامج تعلن هولنا زي ما رئيس الوزارة كان رئيس واحدة من اكبر الشركات اكيد كان فيه برنامج عمل وموعيد ده المطلوب الفترة اللي جاية الصنوخ الصفحة الاولى مناورات مصرية اماراتية بالزخيرة الحية على دفاف الخليج وناس كتير فرحانة بهذه المطلوب من مصرية ومن الخليجية هو طبعا بالنسبة لانا في مصر دلالة جيدة في ظل ظروف احنا يعني الناس زي ما بنقول كده في محاولة للتشكيك في قدرات الجيش المصري والحقيقة ان اخر تصنيف صدر عن مؤسسة مؤسسات بحثية دولية رفع تصنيف الجيش المصري الى المركز التلاتاشر في العالم كان في المركز الاربعتاشر من سنتين وده معناه صلوب الفار باور مسبتية يعني لا احنا بقينا بمركز تلاتاشر ومشاربعتاشر وده متفوقنا فيه على دول كبيرة قوي والدول اللي لها تاريخ في العسكرية وفي نفس الوقت ان هذا التحسن في ظل ظروف اسرائيل تاخد خطوة طبعا اسرائيل طبعا خدت خطوة لانه في الاخر اسرائيل دولة جيش العمق الالاقة بيننا وبين الامارات تطور ايجابي بالنسبة لمصر على باعتبارها قوة اقليمية تأكيد على ان مصر ليست قوة منكفئ على ذاتها بالعكس قوة اقليمية لها قوات تمتد الى الخليج العربي وده في حد ذاته امر له دلالة جيدة طبعا ملهوش اي دلالات بالنسبة لدول الجوار يعني ما هيش رسالة تهديد لأي حد بالعكس رسالة بتقول لما احنا نقول ان السعودية تنقل في المركز الرابع من حيث القدرة التسليحية والأسلحة وتفوقت على انجلترا ووضع شرق أوسط ملتهب وفي بالضبط نقول ان احنا جاهزين وموجودين وقدرين على العمل ليس فقط داخل حدودنا ولكن ايضا في العمل خارج حدود للمعسكرات المعمولة فهمي لكريئة القدس والحدود اساس السلام وفيه كلام مهم اوي لسيادة الوزير نبيل فهمي خصوصا عن وضع مصر في الفترة القادمة وقال ان الوضع مهيئ في الفترة دي ان مصر تقدر تغيير في توازن القوات الدولية وان مصر تقدر انها تاخد فرصة كويسة اوي في الوضع الحقيقي يعني احنا طبعا موقفنا ثابت من مسألة القضية الفلسطينية ندعم الفلسطينيين بغض النظر عن اي مشاكل مع اي فصيل سياسي سواء كانت حماس او غيرها لكن حماس امالا بتصور يعني قفل المعابر على انه ده ضد القضية الفلسطينية قفل المعابر جزء من المشكلة وليس كل المشكلة واحنا مصر المفروض انها بتحاول تزاهرات جمع كانت في يعني هما يدركوا خطورة هذا الامر ويعرفين ان الحدود المصرية خط أحمر بالمعنى الحقيقي مش خط أحمر يعني حصل وستوعبنها حصلت وستوعبنها وبرضو يعني انا هقول برضو يعني محاولة شيطانة الفلسطينيين ليست في صالح لا في مصر لا في مصر لا في مصر اهلنا لك انا من يستغل ده وبيحاول يصور مصر على الناس يعني يعني هي المسألة كلها احنا زي ما بنقول كلا هي هو جزء من المشكلة يعني مسألة تقفل المعابر واختاع غزة هو جزء من المشكلة الصح ان احنا نحاول نحل المشكلة كلها الموقف في المصري زي ما قلنا انا طبعا مسألة القدس هي نحل المشكلة ازاي اذا كان الفلسطينيين مش عارفين هما يتعاملوا مع حماس يعني يما مش عارفين بار يما مش عارفين يوصلوا مع حماس لحلول احنا دي مشكلة خاصة بالفلسطينيين احنا طول الوقت للأسف شديد يعني احد عيوب السياسة المصرية برضو هو ان احنا اما نتعامل مع حماس اما نتعامل مع حركة فتح يعني اما نتعامل مع غزة زي ما حصل ايام مرسي ونختصر القضية الفلسطينية كلها في قطاع غزة وفي حكومة حماس يما نختصر القضية الفلسطينية في الدفة الغربية وفي حكومة رمالة مع محمود محمود عباس ده اللي حصل يعني حسن طوال ايام حسن مبارك كنا نتعامل مع محمود عباس والسلطة الفلسطينية في رمالة ونعتبر ان غزة دي مش موجودة على الارض مشي حسن مبارك وجه محمد مرسي قلبنا الاية بنفس الطريقة والوقتي بنعيد نفس الكرة وده خطأ احنا مصر تتعامل مع الفلسطينيين الفلسطينيين جميعا يعني عمق للامن القومي المصري خلافاتهم الداخلية دي مشاكلهم خاصة بيهم خلافة حماس وفاتحنا مش طرف فيه احنا ممكن نتدخل علشان المصالحة مش علشان ننحزل طرف ضد اخر بس حماس يعني حماس مجهودتها هذا كلام هذا كلام اعلامي انا لم يرصد يعني حتى احنا لحد الوقت بنتكلم على واللي بيعتقلوا في سيناء واللي يسبت لم يسبت حتى هذه اللحظة لم يسبت طبعا حتى هذه لم يصدر حكم قضائي على فلسطين هو لم يصدر حكم قضائي مصر ومتهم لا ايبقى لم يسبت مهو المتهم بريح حتى يسبت ادامته عشان بس نبقى بنتكلم كلام واضح حماس او غيرها يعني الفلسطينيين كلهم بس أنا مصري يعني تصريحات الجيش وعلى رسالة متعزل الاسكينو بيبقى فيه من حماس لا مازال مازال مسألة كلها في الاخر زي ما اتفاننا وعلى ودد الجيش المصر ما دام لم يصدر حكم قضائي مع خلص تقديلنا لكل الاطراف ما دام لم يصدر حكم قضائي ضد شخص ما دام لم يعني احنا عندنا قضية التخابر وعندنا قضية تقتحمل السجون وعندنا قضية واد النوترون وعندنا كل القضية دية متهم فيها حركة حماس قالوا انه عنصار بيت المقدس هو تأكيد يعني حماس نفسه بتتهم هنا انه وتساند الاخوان المسلمين لا بص لم يصدر عن حركة حماس على لسان اي مسئول اي اثاءة لمصر الدولة ولا الشعب ولا الجيش بالعكس طول الوقت هم بيأكدوا طبعا هذا الكلام ليس لا يؤخذ بيك عمر لا يؤخذ الاعلام ده زي ما احنا بنقول منهم 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 على الهوى موقفهم الرسمي ممكن لجبع من على اليوتيوب موقف حماس الرسمي من مصر ومن الامن القوم المصري انهم ضد اي اعتداء على الامن القوم المصري ضد اي اعتداء على الجيش طبعا هذا الكلام ليس مسلم به موقفهم الرسمي جير فياديهم يعني هم موقفهم الرسمي حاجة وقتادتهم بتطور حاجة هذا الكلام غير مسلم به عشان بس نكمل كلامنا هذا الكلام غير مسلم به يعني ما باخدوش ما باخدوش كأمر مسلم به يعني تصريحاتهم لكن في الاخر احنا مازلنا عندنا تصريحات قدام التصريحات حضرتك بتقول لي ما هم موقفهم الرسمي حاجة ومنهم من يظهر في الإعلام وبيقول كلام تاني خرادس وانا بقول حضرتك وعلى اليوتيوب وموجود ونجيد وممرة مع أستاذ أسامة دليل تحديدا وكانت يعني مهزلة حصلت على الهوى لأنه رد عليه ردود صعبة جدا طيب هنسيب ده عموما الناس عندها اليوتيوب تشوف حماس قالت ايه الأرام الصفحة الأولى أوكرانيا تستعد للحرب ضد روسيا والجيش الروسي انتشر في شبه جزيرة القرم ومبارح تدادة عسكرية أوكرانية علنت ولأها للقوات الروسية أه أوكرانيا خلاص يعني أوكرانيا غالبا يعني هي آخر حاجة أنا قارتها قبل يعني منام مبارح أنه أمريكا قالت الخيار العسكري مش مطروح وأنه احنا والله بندعو للتهديع بس يا سيد الفاضل فيما يخص الملأ طبعا هو الخبر في قدر من الاتحاق يعني أن أوكرانيا تستعد للحرب ضد روسيا يعني أوكرانيا كلها يعني ما ينفعش بالظبط كده زي ما بنقول يعني إيه أنه منبوزيا هتحارب أمريكا يعني ما ينفعش أوكرانيا تستعد للحرب ضد روسيا لأن روسيا إذا استخدمت أقلاتها العسكرية هتقطاحم أوكرانيا وهتكتاحها فهو كان البودي من بلاي نصر قواته مستنى شخصي يعني إحنا شفنا كان حصلت تجربة مع جورجيا مواصلة الموقف الأمريكي بيؤكد بقى حقيقة إن إحنا إرهانات البعض على القوى الكبرى في حسم حسابات الداخل ده رهان خاسر 100% لأن أمريكا وروسيا متفقين على إيه على إن كل دولة فيهم لها مناطق نفوذ تقليدية حضرتك هنا بتشير لتصريحات بالوزينة بالفهم لكاري والقدس والحدود أساس السلام ولما قال إن الوضع السياسي العالمي بيتغير وفيه توازن قوة جديد لا شوف مش بالشكل ده أنا أصني طبعا في الآخر أمريكا لها مناطق نفوذ وروسيا لها مناطق نفوذ تحتلمها كل طرف من الطرفين ساعة الجد أمريكا لن تأخذ حربا من أجل أوكرانيا يعني يحاولوا يحققوا دعا طريق السياسي لكن بمجرد ما أوكرانيا وما روسيا كشرتها خلاص الأمريكا قالوا لا ده نحن عايزين حل سلمي لأنه في الآخر وهم عارفين أن روسيا لن تتخلى عن أوكرانيا تحت أي ظرف زي بالضبط مثلا لما ينفعش أن روسيا تتصور أنه ممكن تخش غرب أوروبا يعني أي دولة في غرب أوروبا أو أنها تنضم لها فالعلاقات الدولية أيمة على الفكرة دي زي بالضبط لما الأمريكان الروس مثلا باعوا سلاح سوريخ S300 الحديثة جدا لإيران وإيران دفعت الفلوس لكن بالنسبة لأمريكان إيران منطقة نفوذ أمريكي أمريكا اعترضت لحد الوقت السوريخ دي ما تسلمتش عشان كده فيما يخصنا إحنا بقى لو إحنا عايزين نخرج بدرس مستفاد من هذا الأمر هو أن إحنا في مشاكلنا أي فصيل في مصر يراهن على أي قوة خارجية هو بيراهن رهان خسر لأنه سواء كان في السلطة أو في المعارضة أو في أي حاجة لأنه الدول الخارجية لها حساباتها إحنا بره هذه الحسابات يجب أن نكون خارج هذه الحسابات أنه التجربة العظيمة بتاعتنا في الخمسينات تجربة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز لأن العالم تقريبا يكون داخل تاني على مرحلة أقرب إلى الحرب الدرس لا أحد يستقوى علينا بحاجة لا أحد يستقوى علينا بحاجة سيدة مزيد نبيل فهمي لجون كاري أنا عايز أعرف الملخص الحوار إيه خصوصا الحدود أساس السلام والقدس طيب دلوقتي فيها تعديات على المسجد الأقصى وإسرائيل عايزة تحول إدارته وعايزة تحوله لأنها تبقى تابعها الوضع فيه بالنسبة لمقدساتنا إسرائيل بتحاول تصعب الأمور شوية لأنه هو لأول مرة منذ وصول أوباما للسلطة في أمريكا واخد موقف قوي النهاردة فيه تصريحات مباشرة لأوباما يعني بيقول إن إسرائيل هتواجه عزلة دولية إذا ما توصلتش الاتفاق سلام سريع مع الفلسطينيين وإنه أمريكا نفسها مش هتقدر تعمل لها حاجة في هذا السياق إسرائيل في المقابل بقى بتحاول تكسب أرضها علشان تعزز موقفها التفاوض بتحاول تخلينا بعد ما كنا بنتكلم عن القدس فعايزنا نتكلم عن المسجد الأقصى طيب لأنهما بيقولولي طايم جاءت سعيدة السلام ملق ملق في سد النهضة أكيد هنسمع وكلنا دينا مستنين ونعرف مين جات السادية أكيد خبر بفلوس لكن أنا بس عايزها في الآخر حاجة مش قادر أن أنا عديها قانون امتكابات الرئاسة أمام الرئيس عدل منصور غدا وحلوة قوي طبعا إنه يبقى في لجنة تضيئة لفحص الرئيس عشان ما يجلناش حد زي لقدر الله اللي ماشي لكن أنا عايز أعرف حضرتك وجهة نظرك إيه في إنك مع إنه إلغاء شرق المؤهل العليم لأنه هو وظيفة سياسية وليس وظيفة فنية بمعنى إيه نماذج في العالم كتير قوي ما كانش فيها الرئيس مع مؤهل عالي بالعكس ما كانش معاه مؤهل خالص أنا بس عايز أكمل بقيت سؤالي بجنوطة واحدة الدولة اللي إحنا عايزينها عايزينها شكلها إيه يعني لما نيجي نحط مواصفات رئيس لما نلغي المؤهل زي قدرات أقول لك الرئيس التعليم لا يحقق سياسي يعني المتعلم إحنا جربنا حكومات أساتذة الجماعات على مدى 60 سنة فاتوا وتعليمهم ما هي نفس الفكرة أقصد مؤهل يعني أهم ثلاث شخصيات سياسية في العالم في العشر في العشرين سنة أو في الثلاثين سنة اللي فاتوا ممكن نحسبهم أن نلاقي لغبة لسة بتاع بولندا وده كان عامل ميناء وجون ميجور كان رئيس وزراء بريطانيا وده كان عامل في الميناء ولد سيلفا صاحب عقلية البرازيل ده كان مسح أحزية دول كلهم أتعلموش لا لا خالص مش متعلمين دول كلهم ما حصلنا على إيه موالات دول كلهم كانوا سياسيين وإحنا عندنا شخصيات سياسية برزة زي مثل بدري فرغالي مش حصل على مؤهل أنا أصد أنه في الآخر ما لهش علاقة هي دي ليست وظيفة يتقدم لها شخص بسي في ومؤهلات دي عامل سياسي وجهة النظر وجيها بقى يعني طول الكلام فيها بشكرك مدير تحرير جريدة الشروق إحنا طرحنا وجهتين النظر أنا مع أنه يبقى متعلمه أستاذ أشرف بيقولين لا يعني التاريخ بيقول عكس كده وجهات النظر نحتملنا الأفضل لبلدنا فقراتنا مستمرة بعد البصل على طول حسنا